مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله نستعرض سوياً لأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع درجات الحرارة في البداية هذا الأسبوع بتكون أعلى من معدل قليل لكن كون الرياح شرقية تزيد من الشعور والإحساس بالبرودة خاصة في فترات الليل والصباح الباكر اثنين والثلاثة انخفاض على درجات الحرارة وبالتالي بتكون أقل من المعدل بقليل حول المعدل أو أقل من المعدل بقليل وشاهدينا فاصل ونواصل 50 فرعاً في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعود وشركاه للتطوير العقاري مشاهدينا أهلاً وسهلاً بكم مرة أخرى نستعرض سوياً لأحوال الجوية المتوقعة نبدأ من يوم الأحد يوم الأحد تستمر الأجواء مستقرة تبقى درجات الحرارة أعلى من المعدل بقليل لكن كون الرياح الشرقية تزيد من الشعور والإحساس بالبرودة المناطق الشمالية العظمى المتوقعة 19 والصغرة 12 المرتفعات الوسطى 16-9 المرتفعات الجنوبية 15-6 والأغوار والبحر الميت 24-14 وخليج العقبة 24-13 والبادية الجنوبية الشرقية 19-8 والبادية الشرقية 21-7 درجات مئوية أيضاً بنلاحظ أنه درجات الحرارة متدنية تقريباً أثناء الليل إذن أجواء باردة إلى شديدة البرودة الليلة يوم الاثنين يوم الاثنين انخفاض على درجات الحرارة أجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئياً هناك فرصة ضعيفة لسقوط بعض الأمطار في أقصى شمال المملكة العظمى المتوقع يوم الاثنين في المناطق الشمالية 17 والصغرة 11 المرتفعات الوسطى 14-8 المرتفعات الجنوبية 11-5 والمنطقة الجنوبية الشرقية 16-6 الأغوار البحر الميت 22-12 وخليج العقبة 21-12 درجة مئوية والبادية الشرقية 15-6 راهت درجات الحرارة منخفضة جداً في مناطق البادية الصغرة أقصد منخفضة كثيراً في مناطق البادية وبالتالي الأجواء باردة في الليل في معظم مناطق المملكة يوم الثلاثاء استمرار الأجواء الباردة وأيضاً اللي بتكون ما بين مشمسة وغائمة جزئياً في النهار وباردة ليلاً وفي ساعات الصباح الباكر أيضاً الحرارة المتوقعة في المناطق الشمالية 17 والصغرة 11 المرتفعات الوسطى 13-8 المرتفعات الجنوبية 11-6 والأغوار البحر الميت 22-12 خليج العقبة 22-13 البادية الجنوبية الشرقية 14-6 والبادية الشرقية 15-6 درجات مئوية يوم الأربعاء ارتفاع قليل على درجات الحرارة يعني بتكون حول المعدل تقريباً لكن الأجواء بتكون باردة نسبياً لكن بتكون تميلة إنها تكون لطيفة في ساعات الظهر تقريباً ما بين الساعة 11 إلى الساعة 2 لكن بعد ذلك بتميل درجات الحرارة إلى الانقفاض وبتكون الأجواء أثناء الليل باردة نسبياً العظم المتوقعة في المناطق الشمالية 18 والصغرة 12 المرتفعات الوسطى 15-9 المرتفعات الجنوبية 14-8 الأغوار البحر الميت 25-15 والخريج العقبة 24-15 البادية الجنوبية الشرقية 16-7 والبادية الشرقية 15 إلى 8 درجات مئوية يوم الخميس أيضاً أجواء درجات الحرارة حول المعدل أجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئياً لكن في نهاية الأسبوع أيضاً تنشط الرياح الجنوبية الشرقية وتزيد من الشعور والإحساس بالبرودة المرتفعات الشمالية العظمى 17 والصغرة 12 المرتفعات الوسطى 15-9 المرتفعات الجنوبية 15-9 الأغوار البحر الميت 24 إلى 14 وخليج العقبة 23-15 البادية الجنوبية الشرقية 18-10 والبادية الشرقية 16 إلى 9 درجات مئوية يوم الجمعة يوم الجمعة أجواء غائمة جزئياً خاصة في المناطق الشمالية وهناك احتمال وفرصة لسقوط بعض الأمطار في المناطق الشمالية من المملكة بتكون غائمة جزئياً أيضاً في المناطق الوسطى لكن ما بين مشمسة وغائمة جزئياً في بقية المناطق العظمى في المناطق الشمالية 17-16 المرتفعات الوسطى 13-8 والمرتفعات الجنوبية 11-5 فبنلاحظ الأجواء باردة نسبياً نهاراً لكنها باردة ليلاً ودرجات الحرارة أقل من المعدل الأغوار البحر الميت 21-12 وأيضاً خليج العقبة 21 إلى 11 والبادية الجنوبية الشرقية 14-16 والبادية الشرقية 18 إلى 8 درجات مئوية مشاهدينا شكراً للمتابعة نترككم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شاهي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن LG الرؤية الحديثة مختبرات ميد لابز 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري شكراً للمتابعة